اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة التي تؤثر علينا خلال نهار يوم الثلاثاء درجات الحرارة كانت حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام سات أجواء معتدلة خلال ساعة النهار باردة نسبيا خلال ساعة الليل وانتشرت كمية نغيوم منخفضة كنتيجة لطبيعة هذه الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط لكن اعتبارا من ليل الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة وتعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا يوم الأربعاء وتعود لتصبح أعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من عام يوم الأربعاء يسود طقس دافئ ربيعي دافئ بشكل عام خلال ساعات النهار بينما ساعات الليل يكون لطيف بشكل عام وبالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لكن يوم الخميس بإذن الله تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وتستمر هذه الأجواء الحارة نسبيا ودرجات الحرارة الأعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام خلال نهار يوم الجمع نذب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية خلال فترة الصحور حيث يكون الطقس صافي بشكل عام 19 درجة مئوية أنم المساة 18 أرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون مقبول بالنسبة للتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة كما ذكرنا يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة يكون الطقس ربيعي دافئ خلال ساعة النهار 27 درجة مئوية أما ليلا يكون لطيفة 19 درجة مئوية لكن يوم يوم الخميس والجمعات تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع درجات الحرارة تصبح ببداية 30 نيات في العاصمة عمان تقس حار نسبيا في عموم مناطق المملكة حار إلى شديد الحرارة في منطقة الأغوار وربح الميت والعقبة يوم الخميس 32 درجة مئوية حرار عظم أما الصغرى 21 يوم الجمعة المزيد من الارتفاع 33 درجة مئوية أما الصغرى 20 درجة مئوية مع تقس مستقر بشكل عام كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة